موسيقى استمرار الاحتجاجات المنددة بجريمة حصار تعز ومنظمات حقوقية تؤكد شموله جرائم إبادة بدوافع عنصرية موسيقى الشرعية تجدد تعهداتها بأنهاء الحصار على تعز سلما أو حربا ومطالبات بمحكمة دولية موسيقى وإيضا في التاسع مهرجان البلد السياحي في حضر موت يبدأ فعاليات موسمه الجديد موسيقى 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 طيب الله قطعكم مشاهدي الكرام أخبر التاسع من يمن شباب أهلا بكم موسيقى موسيقى إذن شهدت مدينة تعز اليوم وقفة احتجاجية غاضبة قرب المنفذ الشرقي المدينة في حي الشماسي الوقفة تأتي ضمن فعاليات أسبوع التوثيق لذاكرة المدينة المحاصرة الذي أعلنت سلطة المحلية للمحافظة إطلاقه لتسليط الضوء على معاناة سكان المحافظة في ظل استمر الحصار الحوثي للمدينة منذ ثلاثة ألف يوم شارك في الوقفة نشطاء وصحفيون وحقوقيون طلبوا جميعهم بموقف عادل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والعالم الدولي ومنظماته الحقوقية تجاه قضية حصار تعز ومعاناتها والاهتمام بجدية لصرخات الاستغاثة التي يطيقها الأهالي العام التاسعي على التوالي وقال محتجون إن استمر التغاضي الدولي عن جريمة الحصار الإرهابي الحوثي لا يخدم الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ولكنه يكشف للرأي العام الدولي وسكان المنطقة مدى الزيف في الشعارات التي تدعي تبنيها كما طلب بيان الوقفة الاحتجاجية بالمدينة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بسرعة إدراج المسؤولين عن استمرار حصار تعز في قائمة العقوبات وفرض عقوبات رادعة على الميليشيا الحوثية لإجبارها على إنهاء حصار تعز كما طلب البيان المبعوث الأممي بالضغط على ميليشيا الحوثي لإنهاء حصار تعز دون قيد أو شرط داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع ملف تعز كملف إنساني ورفض تحويله من قبل ميليشيا الحوثي إلى ملف للابتزاز السياسي وشملت المطالب الواردة في البيان المنظمات الأممية المعنية بعدم تجاهل الجرائم والانتهاكات التي تتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز وإدانتها والتعامل معها كجرائم حرب وأكد المحتجون أن حصار تعز ليس انتهاكاً بل جريمة حرب شملت عدد من الجرائم والانتهاكات أبرزها القتل والإصابة والاختطاف والتجويع والحرمان من المياه والحرمان من الرعاية الصحية وإعاقة حريات التنقل نطالب المبعوث الأممي بالضغط على ميليشيا الحوثي لإنها حصار تعز نقيداً أو شرط نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتعامل مع ملف تعز كملف إنساني ورفض تسييسه وتحوله من قبل ميليشيا الحوثي إلى ملف الابتزاز السياسي في المفاوضات نطالب لقنة العقوبات التابعة لمجلس الآن بسرعة إدراق المسؤولين عن استمرار حصار تعز في قائمة العقوبات وفرض عقوبات رادعة على ميليشيا الحوثي لإقبارها على إنهاء حصار تعز نطالب المنظمات الأممية المعنية بعدم تقاهل القرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز وإدانتها والتعامل معها قرائم حرب هذا ورصدت قناة يمن شباب في تعز مطالبات السكان في الوقفة الاحتجاجية التي نفذها مواطنون ونشطون بالقرب من منفذ الشرقية المدينة لأول مرة منذ أشهر بالتزامن مع مرور ثلاثة ألاف يوم من الحصار الحوثية لأول مرة منذ أشهر تقام هذه الوقفة الاحتجاجية للتنديد بالحصار الحوثي واستمرار الانتهاكات الميليشيوية وقطع الطرق عن المدنيين وحصار أربعة ملايين مواطن في مدينة تعز وتلغيم هذه الطرقات واستمرار التزييف الدولي والتماهي مع الميليشي الحوثية الإرهابية وقرائمها طوال السنوات الماضية يطالب هؤلاء بفتح طرق تعز أسوة بمطار صنعاوة من الحديدة ويقولون بأن المجتمع الدولي يجب أن يكون حياديا أكثر وبأن الإنسانية لا تتجزى ستحدث هنا الأستاذ صباح عن هذه الوقفة وعن السبب الذي دفعه من الخروج إلى هذا المكان خروجنا اليوم إلى هذا المكان ثلاثة ألف يوم من الحصار تحاصر مدينة تعز تحاصر نساءها رجالها شيوخها أطفالها يحاصر المرضى تحاصر المرأة الحاملة الذي لا تحصل على الخدمات الأساسية نحن في مدينة تعز محاصرون نعاني الويلات نعاني المرض والفقر والقوع بسبب هذا الحصار الجائر أين موقف المجتمع الدولي أين موقفه الإخلاقي والإنساني والقانوني من هذه المدينة المحاصرة إذن هذه الوقفات تأتي ضمن برنامج السلطة المحلية التي أعلنت عنه خلال الأيام القليلة الماضية ربما لتسليط الضوء على معاناة المدنيين قراء الحصار وسيكون هذا البرنامج الاحتجاجي مستمر أيضا وهناك أنشطة وفعالية أخرى خلال الأيام القليلة القادمة أيمن قايد أيمن شباب تعز هذا وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي قد أكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بوضع قضية تعز وإنهاء حصارها الإجرامي المستمر منذ ثلاثة ألاف يوم أولوية قصوى على مساري السلام والردع العسكري جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظة تعز نبيل شمسان أشد فيه بالحراك الرسمي والشعبي الكبير لتخليد الصمود الأسطوري في تعز وضحي الانتهاكات الجسيمة لمنش الحوثي في المدينة المحاصرة للعام التاسع وأشهد العليمي بكافة الفعليات وناشطين الذين أظهروا تضامنهم المعهود مع أكثر من أربعة ملايين من سكان تعز المحاصرين بآلة الحرب الحوثية في مسعاه الفاشل لإخماد مهد ثورات وحركات المقاومة الوطنية ضد الإمامة والاستبداد والتخلف على مر العصور رئيس مجلس القيادة أشار إلى التنازلات الكبيرة التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من أجل إنهاء الحصار على مدينة تعز لافت للانتباه إلى أن الميليشيا أرادت تعز مسرحا للانتقام من القوى الوطنية الحية وورقة ابتزاز دون اكتراث لمعاناة ملايين السكان في ملف تعز أيضا شدد عبد الملك المخلافي نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة على محاكمة قادة الميليشيا الحوثية الإرهابية المتورطين فالحصار الجائري على مدينة تعز وقال المخلافي في تدوينة على تويتر إن حصار تعز منذ ثلاثة آلاف يوم والمتزامن مع القصف والقنص وقتل الأطفال والمدنيين جريمة ضد الإنسانية ستجلب من ارتكبها وساهم فيها للمحاكمة المحلية وللجنايات الدولية مهما طال الزمن كانت العديد من المنظمات قد طلبت بتشكيل لجنة أممية خاصة بملف تعز وإرسالها للوقوف على حجم الانتهاكات ومعاينة الأوضاع المعيشية المتردية داخل المحافظة كما شددت المنظمات في بيان على تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التداعيات الخطيرة التي أسفلت عنها العمليات العسكرية الحوثيين والحصار الممارس بحق مدينة تعز هذا وقال رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن داغر إن صمت المجتمع الدولي على جرائم الحوثيين في تعز ومنها حصارها للمدينة أمر يثير القلق ويدعو للاستغراب وشدد بن داغر في تدوينة على تويتر على ضرورة رفع الحصار وفتح المعابر الواصلة إلى المدينة كشرط لازم لتحقيق تقدم في العملية السلمية مؤكدا أن استمرار الحصار جريمة لا تغتفر معربا عن أسفه لغياب الإجراءات الدولية الرادعة ضد الميليشيا وقال رئيس مجلس الشورى إن ميليشيا الحوثي ستكون واهمة حال اعتقادهم أنهم سيحققون غايتهم بعد هذا الصمود الأسطوري للمدينة وساكنها وعلى سعيد متصل قال ناشطون أن حصار الحوثي لتاعز يعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإقليمي أكدوا ليمن شبابا الحصار قضية إنسانية خالصة ولا يجب أن يتحول إلى ورقة ضغط وابتزاز تستخدمها الميليشيا خلف الستار هو وصمة عار للمجتمع الدولي والإقليمي منذ سنوات ونحن نرزح تحت الحصار في ظل صمت وتدليل للميليشيا الحوثي من قبل المجتمع الدولي دليل أن هناك تفاهمات مع إيران الحوثي وإلا لماذا يتم عمل اتفاقات ومن ضمنها فاكة الحصار الأنتعز يتم تنفيذ شروط الميليشيا الحوثي ولكن فاكة الحصار الأنتعز لم يتم حتى الآن لذلك عندما نتحدث عن فاكة الحصار ما هي الضمانات الحاصلة لنزع الأرغام ما هي الضمانات الميليشيا الحوثي أنها لا تقوم باختطاف واعتقال أبناء تعز عند فاكة الحصار ما هي الضمانات أن يتم إدخال السلع الغذائية بدون مبالغ مالية باهضة كما يحدث مر علينا ثلاثة ألف يوم من الحصار القائر على تعز هذا الحصار لا يقضي عسكريا وإنما حصار إنساني لأبناء تعز نطالب الأمم المتحدة بالمبعوث الأمومي إلى اليمن بفك الحصار عن مدينة تعز كون الحصار إنساني وليس عسكري ونرقو أن يدرك هذا الملف في الملفات الإنسانية وليس الملفات السياسية وصف مركز حقوقي الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوث الإرهابية على تعز بأنه أطول حصار في التاريخ الحديث قال مركز المعلومات والتأهيل حقوق الإنسان في التقرير أصدره تحت عنوان تعز أطول حصار في التاريخ قال إن الميليشيا الإرهابية تتعمد بهذا الحصار المطبق وممارسة القتل اليومي استمرار منهجها نحو إبادة المدينة وارتكاب أشنع جريمة على وجه التاريخ بشكل عنصري ضد أبناء المحافظة الأكثر سلمية ونضالا ورصد التقرير أبرز الانتهاكات التي طالت المدنيين منذ اقتحام ميليشيا الحوثي للمدينة في الحادي والعشرين من مارس العام 2015 وحتى الثلاثين من يونيو من هذا العام بينها مقتلوا أكثر من أربعة ألاف مدني وإصابة قرابة ثمانية عشر أخرين كما وثق المركز الحقوقي قرابة خمسمائة حالة اختطاف لمدنيين ومائة وخمسة وسبعين إخفاء قصريا وما لا يقل عن تسعمائة حالة احتجاز تعسفي وأكثر من مائة حالة تعذيب أفضت العديد منها إلى الموت أو الإعاقة الدائمة والشال التام عن الحركة أو الجنون والحالة النفسية ضيقت ميليشيا الحوثي حركة التنقل ونقل البضائع إلى مدينة تعز في حصار جائر تسبب في آلاف الحوادث والخسائر في الأرواح والمواد في الطرق البديلة التي استحدثها السكان في أرياف المحافظة للوصول إلى المدينة اتسعت دائرة معاناة سكان مدينة تعز مع تضييق ميليشيا الحوثي الحياة عليهم في حصار جائر أثر على مختلف القطاعات في مقدمتها القطاع التجاري أنور يعمل في التجارة لسنوات ومنذ الأشهر الأولى لحصار ميليشيا الحوثي على تعز أصبحت التجارة بالنسبة له محفوفة بالعديد من المخاطر والتحديات جراء الحصار الجغرافي من جهة والحرب الاقتصادية من جهة أخرى وبسبب الحصارية تطلب استمراره في التجارة جهدا ومالا إضافيين حيث باتت عملية شراء البضائع من منطقة الحوبان لا تختلف عن استرادها من دولة أخرى بسبب الطرق الطويلة والوعيرة التي تقطعها الشاحنات والجمارك التي تفرضها الميليشيات الحوثية وجباياتها المواطن لا تصل لديه البضاعة إلا بأسعار باهظة بسبب الحصار القائم وبسبب التنقلات والطرقات من هناك الدينت تصل بشكل متأخر من عدن إلى تعز من الحوبان إلى تعز تصل بعد يومين بعد ثلاث أيام ما يدي إلى ارتفاع الأسعار على المواطن نفسه مثلا تصل البضاعة كل يوم يتقلب السعر بسبب انقطع الطريق حتى إذا انقطع الطريق يبقي السواق بالخط ثلاثة أو أربع أيام يحسب عليك تكاليف أنت تحسب علي المواطن منذ ثمان سنوات يضطر أبناء تعز وشاحنات نقل البضائع لقطع عشرات الكيلومترات عبر هذه الطرق الوعيرة للوصول إلى المدينة وخارجها حوادث متتالية لانقلاب السيارات وشاحنات النقل تشهدها هذه الطرق كلفت التجارة خسائر وصلت إلى نصف مليار دولار خلال السنوات الماضية وبحساب الزمن فقد ضعف الحصار الوقت بين المدينة والحوبان من سبع دقائق إلى سبع ساعات نحن نعاني من غلى أسعار فاحشة لا نستطيع أن نشتري القوة الضرورية لأولادنا من الدقيق، من البرم، من مواد غذائية، متنوعة، خضروات الآن نحن أكثر الحاجات احترمنا منها لا يمكن ولا نستطيع أن نوفرها لأطفالنا في المنازلنا وهذا كله بسبب حصارنا من كل الاتجاهات للأسف الشديد المجتمع الدولي لا يقوم بمهامه في الضغط على هذه الميليشيا الإجرامية التي تسببت بمعاناة سكان مدينة الذي يتراوح عددهم الأربع مليون نسمة تكلفة الحصار في نقل السلع والبضائع إلى تعز تشكل قيمة مضافة وصلت إلى ألف في المائة على أسعار بيعها لتنعاكس على الحياة المعيشية للسكان وتحدث فارقا كبيرا بين المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي والمناطق الحكومية عقاب جماعي تمارسه ميليشيا الحوثي ضد أبناء تعز للعام التاسع على التوالي وسط تماه واضحا من الأمم المتحدة ومبعوثها الذي لم يظهر جدية في ملف إنهاء معاناة ما لا يقل عن أربعة ملايين محاصر عدل عزيز محنيمن شباب تعز وفي السياق أيضا انتقد المجلس التنصيقي لمنظمات المجتمع المدني عفوا في محافظة تعز الموقف الدولي من استمر الحصار في تعز ووصف هذا الموقف بالسلبي ولا مسؤول وقال المجلس في بيان إن الأمم المتحدة تكيل بمكيلين وتتجاهل باستمرار معاناة سكان المدينة جراء الحصار الحوثي وأعرب عن أسفه لتنامي الصمت الدولي والأممي ضد كل الجرائم الحوثية المستمرة والمتجددة ضد مدينة تعز وساكنها وأعرب البيان عن الرفض الكامل لأن يكون ملف تعز وإنهاء حصارها الخانق مجرد ورقة سياسية لتحسين شروط وإملاءات الميليشيا الإنقلابية في التفاهمات الجارية فيما المدينة تذبح من الوريد إلى الوريد وطلب المجلس التنصيقي لمنظمات المجتمع المدني الأمم المتحدة ومبعثها ودور التحالف والحكومة والمجلس الرئاسي بيكون ملف تعز وإنهاء الحصار هو العلوان الأبرز لأي تفاهمات مقبلة وإنه لا قيمة لأي اتفاقات ما لم يكسر هذا الحصار قال رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد عبدالله اليدومي قال إن محافظة تعز انتصرت لقيم الدولة وذلك في تعليق له ضمن التفاعل الرسمي والشعبي مع حملة ألكترونية للتضامن مع سكان المدينة المخاصرين وأشار رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح مغردا على تويتر إلى أن تعز جسدت طوال ثلاثة آلاف يوم من الإرهاب والحصار الحوثي أسمى تجليات الشخصية اليمنية العصية على التركيع وانتصرت لقيم الدولة وأكد أن تعز مثلت عنوان الإرهادة الوطنية والنضال الجسور في تاريخ اليمن الحديث وأنها لن تتوقف حتى تتوج انتصارها على مخلصات الماضي والعبور للمستقبل المنشوط إذن وفي ظل استمرار حصار تعز من قبل مليشي الحوث الإرهابية ترتفع المطالب الشعبية والحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق الوقوف على التدعية الخطيرة التي أسفرت عنها العمليات العسكرية للحوثيين والحصار الممارس بحق المدينة منذ تسعي سنوات طريق الأقراض الجبلي في صبير ليس وحده المكتط بالسيارة والشاحنات على ضيقه ووعورته الذاكرة الجمعية لملايين الناس هنا في تعز المحاصرة تستحم بألاف الصور كل صورة منها توثق ذكرى مريرة عن الحصار الحوثي الجائر ومشقاته وكل مشهد للحصار والمعاناة الناتجة عنها تبرز في الوقت نفسه صلبة هذه المحافظة وبسالة أهلها في مقاومة العدوان السلالي وخوض الصعوبات حتى تتسنى الظروف لدحر هذا العدوان الجاثم على صدور أبناء الشعب اليمني وتطهير الأرض من رجسه وشروره هكذا تتجسد قناعة المجتمع في تعز رفضاً للحصار وتحملاً للمعاناة ومرارة الحصار لتستمر جذوة المقاومة وروحها متقدة ضد كل ما تمثله العصابة الحوثية الإجرامية من إرهاب وتدمير للأرض والإنسان ونهب للبلاد وسلوك عنصري يجعل من هذه الطغمة الحوثية عدواً للإنسانية وتهديداً لحق اليمنيين في العيش بكرامة دون تمييز عرقي ثلاثة آلاف يوم من الحصار الحوثي لمدينة تعز فقدت خلالها المحافظة مئات من أبنائها في حوادث وحالات غرق على الطريق البديلة ومنها طريق الأقروض وما يزال الحوثة المعتدون على موقفهم والطغيانهم يشددون الحصار والقيود ويضيقون على المواطنين دون رادع أكثر من أربعة ملايين مواطنين يعانون الحصار المستمر ويعيشون واحدة من أطول الجرائم في التاريخ الحديث وأبشعها والملئة بالمعاناة الإنسانية وفق نأل بيان السلطة المحلية في تعز والتي بدأت فعاليات على مدى أسبوع لإسماع صوت المدينة المحاصرة للعالم لعل الموقف الدولي يولي بعض نأمن الاهتمام إزاء أكبر الملفات الإنسانية المنسية والمهمشة رسميا وشعبيا تطالب تعز بتفعيل إجراءات أممية وإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرم الحرب الحوثية وقيادات الميليشيا الإرهابية على غرار محاكم سابقة أنشئت وتم فيها معاقبة مجرم حرب وزعماء عصابات متمردة اقترفوا فضائع بحق شعوبهم طالتهم قبضة العدالة الدولية ولم يفلتوا من العقاب عسكريا الآن حيث جددت ميليشيا الحوث الإرهابية استهدافها بقصف مدفعي مناطق مأهولة بسكان في مدرية حيفان جنوبية تعز مظر ميداني قال أن قصفا حوثيا طال منطقة الهجمة بعزلة الأعبوس جنوبية مدرية حيفان في حين سقطت إحدى القذائف في فناء منزل أثناء استعداد سكنه للنوم ما أسفر عن استشهاد شاب في العشرين من عمره ويدعى عمر مختار وأمه عائدة حميد وتبلغ من العمر أربعين عاما هذا وتشهد الأطراف الجنوبية لمدرية حيفان في تعز ومدرية القبيطة شمالية لحج قصفا مدفعيا متواصلا من قبل ميليشيا الحوثي منذ أكثر من أسبوعين بالتوازي مع تصعيد للميليشيا وتحجيد إلى مواقع تمركزها ما زلنا عسكريا حيث شنت تشكيلات عسكرية من الجيش والمقاومة في جبهة طور الباحة قصفا سدف مواقع وتحصينات لميليشيا الحوثي الإرهابية بجبهة حيفان وبحسب مصدر عسكرية فإن قصفا للجيش والمقاومة سدف تحصينات وتعزيزات للميليشيا ردا على محاولات الحوثية لاستهداف مواقعها والقرى السكنية في مدرية حيفان منها قرية المثاليس يوم أمس الجمعة وقال المصدر أن القصف طال تحصينات للحوثيين في ثلاث ساعي طهل استراتيجية الواقعة غرب مدرية حيفان وموقع ذيبان الواقع شمال حيفان أيضا أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيا وجرح آخرين إضافة إلى خسائر في العتد أما في صنعاء فقد أقدم قيادي في ميليشيا الحوثي على إطلاق الرصاص الحي على طفل قاصر أثناء عمله داخل محل والده إذ رفضه دفع إتاوات لصالح ما تسميه بالمجهود الحربي وقالت وصادر محلية إن مشرفا في الميليشيا يدعى زيد علي الشعر أطلق الرصاص الحي على الطفل بشير ثابت الذيب ويبلغ من العمر أربعة عشر عاما أثناء تواجده داخل المحل في حي ستين في صنعاء غير أن الطفل نجى بأعجوبة بعد أن رمى بجسمه تحت طاولة وتنقل رواد منصات التواصل الاجتماعي تسجيلا مرئيا لكاميرات المحل وثق الحادثة التي أدانها أبناء مدرية عثمة التي ينحدر منها الطفل المعتدى عليه واعتبروها استهدافا مباشرا لأبناء المدرية كشفت مصادر مطلعة عن مخطط لميليشيا الحوث الإرهابية لهدم صور الجامع المشهد التاريخي والذي يعد ثالث المساجد التي بنيت في العصر الأول للإسلام ووفق المصادر فإن الميليشيا تسعى من وراء هذا المخطط إلى بناء محلات تجارية واستثمارها في حي شعوب الشهير بتجارة الجملة لصالح مستثمرين نافذين تابعين لها يأتي ذلك بعد يومين على سطو الميليشيا على حمامات المشهد العامة في حي باب شعوب بقوة السلاح بهدف إقامة مشاريع استثمارية لصالح قيادتها الإرهابية وسبقان استولى الميليشيا الحوثية على مساحة الواسعة تابعة لمساجد في مناطق سيطرتها ومنها مسجد الفردوس في حي سعوان بأمانة العاصمة بما فيها ملحق مصلى النساء والأراضي المحيطة بالمسجد كما أجبرت ميليشيا الحوث الإرهابية مدري المدارس في مدرية زبيد بمحافظة الحديدة على حضور دورات سلالية في صنعاء وفق ما أظهرته مذكرة صادرة عن مكتب وكيل المحافظة المساعد لشؤون المدرية الجنوبية وتضمنت المذكرة التي وجه بها القيادية الحوثية المدعو مطهر يحيى الهادي منتح صفة الوكيل المساعد لشؤون المدرية الجنوبية في الحديدة إلى مدير مكتب التربية والتعليم في مدرية زبيد ناجد عبدالله عطية إرسال ثلاثين من مدري المدارس في المدرية لحضور دورة سلالية في صنعاء مدتها عشرة أيام ضمن مساعي الميليشيا لتطييف المجتمع وإخضاعه لأجندتها المشبوهة يأتي هذا بعد أيام على إجبار الميليشيا قرابة مائتين من القضاء على حضور دورة سلالية بعد أن استدرجتهم لحضور اجتماع خاص في معهد القضاء في صنعاء وصدرت هواتفهم فور وصولهم إلى المعهد ومنعت عائلتهم من التواصل معهم وفق مصادر مطلعة إلى موضوع آخر حيث اتهم تحقيق النصح في يون الإمارات باستهداف اثنين من محققي الأمم المتحدة حققوا في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بعملية تأثير في أوروبا وأكدت صحيفة ميديا بورت الفرنسية استهداف التونسي كمال جندوبي والمغربي أحمد حميش وهما محققان سابقان للأمم المتحدة في اليمن من قبل شركة ألب سيرفوس بطلب من الإمارات وأشار التحقيق إلى أن شركة العلاقات العامة عملت منذ وقت مبكر من 2018 في مهمة الإضرار بسمعة ما يسمى بأعداء الإمارات في سويسرا وأوروبا التحقيق قال إن كمال جندوبي قدم النتائج الأولى لتحقيقاته في جناف في أغسطس من العام 2018 ويتهم هو وفريقه أبو ضبي بارتكاب جراء محرب مشيرا إلى أن شركة ألب سيرفوس اقترحت على أبو ضبي مهاجمة الجندوبي وزميلح دشنت سلطات المحلية في محافظة حضر موت مهرجن البلد السياحي للعام 2023 في ساحة العروض في مدينة المكالة حيث تعتبر البلد مناسبة سنوية سياحية يحييها أبناء حضر موت بإقامة المهرجنات والألعاب الشعبية والفلكلورية ها هي حضر موت ترسل رسالة السلام والمحبة إعلانا بتجين فعاليات موسم البلد السياحي الموسم السنوي الذي لم يفوت أهالي ساحل حضر موت أي فرصة للاحتفاء به منذ عشرات السنين بالرغم من كل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد اليوم الظاهرة الطبيعية التي يجود بها الله سبحانه وتعالى وقد حباه الله لهذه السواحل دون أنعم غيرها نحن اليوم ندشن هذا الاحتفال ندشن هذا المهرجان المهرجان هذا الذي يمثل في حضر موت قاطبة خصوصية بنو البلدة ونجم البلدة الذي يحتفل به سواء كان في الساحل من سابق أو في الوادي وقت جنية الأثمار النخيل أو التمور في الوقت الحالي كالعادة عند فجر يوم الخامس عشر من شهر يوليو من كل عام يبدأ موسم البلدة يتوافد معظم سكان المديريات الساحلية السد إلى البحر للافتسال بالمياه الباردة لما فيها من استشفاء طبيعي كما يعتقدون إلى جانب المئات القادمين من مناطق بعيدة ومن خارج المحافظة طبعا موسم البلدة ترتفع فيه الأمواج والصيد يكون في حالة تكاثر فهذا يؤدي إلى أن الصيادين يعودوا إلى أهاليهم من مناطق الاستيادة المختلفة على طول ساحل البلاد ويتم في التجمع على السواحل ويكونون في حالة استرخى حتى يتم التكاثر ثم يعودون لعملية الاستيادة عندما يهدأ البحر يعد نجم البلدة أحد نجوم فصل الخريف حيث تشهد بعض شواطئ البحر تيارات مائية باردة من القطب الجنوبي ورغم عدم الخدمات في الشواطئ إلا أن الأهالي يحرصون على الاحتفال بهذه الظاهرة الفريدة بصورة سنوية حتى صارت جزءا من موروثهم الشعبي معتز النقب يمن شباب المقلاء نيتخبار التاسعة تابعتم فيها استمار الاحتجاجات الملددة بجريمة حصار تعز ومنظمات حقوقية تؤكد شموله جرائم إبادة بدوافع عنصرية الشرعية تجدد تعهداتها بإنهاء الحصار الحوثي على تعز سلما أو حربا ومطالبات بمحكمة دولية كما تابعتم أيضا مهرجان البلد السياحي في حضر موت يبدأ فعالية موسميه الجديد إذن نشكر لكم ناطب المتابعة دمتم وأدم الوطن بألف خير ترجمة نانسي قنقر